دكتورنا الكريم دكتور عبداللطيف بحكم أنك واقع يعني داخل في قضية استشارات النفسية وهلها مجالك أصلا يعني حتى في حساتك الدكتوراه كيف يمكن نجعل هذا التعايش تعايشاً إيجابياً مثمراً؟ نعم وهذا هو حقيقة موضوعنا موضوعنا هو كيف يمكن للأسرة مع الشخص المضطلب أن يقوموا بأدوار ثمرتها أنه هناك تعايش جميل وتعايش إيجابي وتعايش فعال نافع لهذا الإبن أو البنت المضطربة أو إذا كان الاضطراب حين تكون في الأسرة الزوج أو تكون الأم الزوجة هي المضطربة نفسية فأن تكون أدوار داخل الأسرة تقوم بهذه الأدوار التي تجعل من هذا الاضطراب صديق لهذه الأسرة لأنه أحياناً كثير من الحالات تجد أن الشخص إما أن يصادق المرض وإما أن يعاديه طيب وحياناً تكون مصادقة إيجابية وحياناً تكون صداقة سلبية فالمطلوب هو أن تقوم الأسرة بتقديم الدعم النفسي والدعم المعرفي المناسب لمعرفة حقيقة هذا الاضطراب أولاً يعرفون هذا الاضطراب من خلال زيارة المختصين ويعرفون ما هي حقيقة هذا الاضطراب ما هي آثاره ما هي أعراضه ما هي نتائجه ما ممكن يتوقع يكون في المستقبل لأن كل هذا وعي وهو من أبواب العلم النافع للأسرة في تعلم حقيقة الاضطراب النفس فإذا التعلم الواعي الوعي بأن هناك اضطراب ولابد على أجراء جميع أفراد الأسرة أن يعون وجود اضطراب ولابد أن نتعايش ونعيش حالة سلمية بينه وبين هذا الشخص المضطرب أيضاً كذلك يمكن أن تكون من إجراءات التعايش الإيجابي أن يعرفون كيف يمكن أن يجعلون هذا الابن يعايش نواتي أو يعني خلنا نقول أعراض وأحوال للمرض نفسه أقل سلبية بمعنى أن عدد من الاضطرابات النفسية تستطيع أن تجعل المضطرب في وضع أقرب إلى الهدوء الاضطراب موجود أنت لم تزيله بعد لكنه بفضل عز وجل الاضطراب لا يؤثر بشكل واضح وهذا يكون من خلال تكون بيئة داخل الأسرة آمنة بيئة آمنة على هذا المضطرب نفسه وكذلك بيئة آمنة لأفراد الأسرة أنفسهم جميل فأيضاً كذلك الحنان والتعاطف والاقتراب من هذا الابن يعني أحياناً بعض الأسر إذا صار عندها مضطرب خلاص أوكلت أحد أفراد الأسرة بمعنايته وهم ينظرونه على أنه فيه وفيه وكذا يجب أن يجتنبونه ويقافون منه وهذا خطأ لا يجب أن يعيشوا معاه على أنه شخص وكأحدهم له ما له ما لهم والعيه ما عليهم فلا يعني خلنا نقول يربطونهم بما يعرف بوصمة المرض أو يتجنبونه أو يتجنبونه أو يجعلونه في عزة أو يشعرونه بتعامل خاص أو يشعرون بتعامل يعني يكون له تعامل خاص ما يكون مريح له أي نعم من الأشياء التي تكون من معالم التعايش الإيجابي أنه من خلال معرفة حقيقة الإضطراب نفسه اللي عنده وما هي الأشياء تزيل الإضطراب يعني يتعرفون عليها ليوقفوا زيادتها كما ذكرت مثلا العزلة تجعل هناك فرصة طويلة للولد الولد يجي أو البنت يفكر وهذا التفكير سيقوده إلى أشياء تلبية أيضا كذلك أحيانا بعض الأشخاص يطار عنه مضطرب خلاص أوقفوه عن الدراسة أو عن العمل إذا وقف عن الدراسة أعطيته وقت فراغ طويل ما عنده شي يسويه قد يكون يرتد على أيضا أحيانا يتركون له المجال أنه يفكر على كيفه ويختار على كيفه ويقرر قراراته على كيفه ويقولون لا أخله إنسان مريض لا هذا ما هو صحيح الصحيح هو أن تقترب منه الاقتراب الإيجابي الذي لا يزعجه والذي يعطيه التوجيهات الصحيحة لأنه أيضا الاضطراب بين قوسين لا يعتريه شيء من الضعف الشخص مضطرب فيه شيء من الضعف لا يستطيع أن تخذ القرار بطريقة صحيحة لا يدرك الأمور بطريقة صحيحة فمن التعايش أن الأسرة تدعمه في هذا الجانب الذي هو يعاني فيه شيء من الضعف نعم إذن هذا التعايش الإيجابي أن يفهم الشخص المبتلى وضع مرضة أو وضع الابتلاء هذا وكيف يتعامل معه الأسرة أيضا تحاول أن لا تشعر بهذا الشيء وتجعل له دور إيجابي داخل الأسرة وتشجع على ممارسة حياة الطبيعية لكن بإشراف بإشراف الأسرة أو بإشراف طبي نعم متابعتها نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة